روسيا والمغرب يناقشان تطوير علاقات الصداقة والحوار السياسي عقد في موسكو لقاء بين الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الشؤون الخارجية الروسي مخائل بوغاندوف والسفير المغرب في روسيا لطفي بوشعر ناقش الجانبان في هذا اللقاء قضايا مهمة متعلقة بتطور تدريجي لعلاقات صداقة التقليدية بين روسيا والمغرب بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشارك كما تطرق الطرفان إلى القمة الروسية الأفريقية المقبلة التي ستعقد من 27 إلى 29 نيليوز الجاري في سانت بيترس بريخ وأعرب عن رغبتهم المشاركة في إنجاز هذه القمة وجعلها مناسبة لتعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية وأكد الطرفان على أهمية علاقات الصداقة والحوار السياسي بين روسيا والمغرب وأعرب عن عزمهما على مواصلة العمل معا لتعزيز هذه العلاقات وتحقيق مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية